هذه آية عظيمة آية وعبرة للناس عندما يرزق الله تعالى هذا الشيخ الكبير وهذه العجوز العقيم ولداً مع انقطاع الأسباب حتى توقن أن الأمر لله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه جل جلاله هذه من أعظم الحكم وأيضاً هذا من جزاء الله تعالى لإبراهيم على استسلامه وصبره وإبراهيم الذي وفى وقال فأتمهن ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن كان في غاية الصبر والرضا بأمر الله والاستسلام لله فأكرمه الله تعالى ولو بعد زمان طويل اليوم الواحد مننا يطلب مطلوباً ويدعو الله أو يريد زوال مرض أو أذى أو يريد حاجة وتمر عليه شهور يقنط ييأس يقول الله ما يسمعني الله ما يدري عني الله ما يستجيب لي سبحان الله وشوف كيف إبراهيم إبراهيم جاوز المئة وامرأته سارة ثمانة وتسعين سنة ومع ذلك تأمل الله تعالى يكرمهما بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب يعني يرون يعني أحفادهما الحفيد الله أكبر قال إنه هو الحكيم العليم يتصبح أحفادهما الآن يتصبح أحفادهما يقول الله أحفادهما شكرا